اشتركوا في القناة حلقات جديدة في البودكاست من وقت رمضان لسببين تلاتة اولا انا كنت بحاول اعمل حاجة اكتر احترافية بتسجيل حلقات قردي بشكل مسلسل عن قصص معينة ممكن تبقى حلوة تاني حاجة كان الوقت بين الشغل والحياة العامة وكده هوت تالت حاجة علشان اتكسل اهو ابقى صريحة يعني انا جبتها لكم اهو المهم انا مقدرتش ان لا اهري ولا قلت ولا اعجل حول هذا العبس اللي بيحصل في مصر حول حفلة مغني الراب ترافز سقط يعني هي مصر فيها عبس كتير وقديم لمرحلة ان الشعر العرائي الشهير ابو طيب المتنبي قال فيها من معرفش كم 500 الف سنة وكان زب مصره من المضحقات لكنه ضحكم كالبكاء واسفة جدا كان على تدميري للغة العربية في الوقت الحال هو بالفعل ضحك كالبكاء كوميديا صودة بمعنى الكلمات موضوع ترافز سقط تحول كما لو كان فيلم من افلام رأفة الميه الله يرحمه يعني لا ضرقفة ميه الله يرحمه لم يكن يستطيع ان يتخيل ان كل ده يحصل حولا هنرجع خطوتين لورا لو حضرتك متعرفش ما هو موضوع ترافز سقط خاصة ان بالفعل في حاجات اهم منه في مصر زي مثلا بصراحة يعني الوضع الاقتصادي للبلد او انقضاع الكهرباء في وقت مجحرة او عزمة الادوية المستوردة او يعني اه في حاجات تانية اهم مفروض تتنقش بس يعني هو موضوع هاريو يعني موضوع اخره بالفعل هاريو ولدته عاجن في بودكاست زي ده يعني ما ياخدش حيز زي ما اخد الايام اللي فاته بس نقول ايه ده عادتنا في مصر دلوقتي ايهو الاصدقاء في يوم تقريبا 28 يوليو الجاي مفروض مهاني الراب الامريكي الشهير ترافز سقط هيعمل حفلة لاطلاق البوم الجديد المنتظر يوتيوبيا عند صفح الهرم دي اول مرة مغني اجنبي في وزن ترافز سقط يطلق البومه جديد من مصر عند صفح الهرم الاكبر في ايفنت مفروض هيتم بسه عبر الانترنت ما اقولكوش طبعا الفانز بتوع الراب والهيب هاب اعملين ازاي الحدث ده مش بس في مصر لأ في العالم كله طب مين هو ترافز سقط اولا ترافز سقط او جاك بيمون وابستر دي ساكند اتولد في هيوستن في ابريل 91 هو تقريبا من اشهر انجح الرابلز في الوقت الحالي لمرحلة ان موضوع الزواج من السيدة كايلي جانر اخت كيم كرداشيان خلاص ما بقاش خبر رئيسي او خبر مهم احنا بنكلم على واحد انجح يعني بصراحة هو انجح يعني انا شايفة انه ممكن هتدروه انجح من الكرداشيانز لو على موضوع الكفاح والشغل وكده راجل ناجح كمغني كرابر كاتب اغاني ومنطق كمان كارير كرافز ابتدى من 2008 ومن 2008 لوقتنا هذا كان ليه اربع اغاني تربعه على عرش نمرة واحد في تصنيف مجلة البيلبورد هوت 100 شارد وفيه انا على فكرة هرجع على مجلة البيلبورد كمان شوية الى جانب 80 اغنية اخرى في التصنيف بتاع المجلة الشهيرة اترشح لثمن جوائز جرامي وحصل على جائزة البيلبورد ميوزيك اوورد اخذ لاتن جرامي اوورد اخذ ام تي في ميوزيك اوورد والعديد من جوائز البي اي تي هب هاب اووردز بعد من هنا البكرة طب هنا انا هقف لمدة سانيتين في موضوع البيلبورد علشان فيه خبر كده محدش اخد باله منه الاسبوع اللي فات ان المجموعة السعودية للأبحاث والاعلام وهي الزراع الاعلامي للمملكة والدولة السعودية اخدت لأول مرة حق الشراكة مع بيلبورد الامريكية واطلقوا بيلبورد ارايبيا تقريبا من الاسبوع اللي فات قبل 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 وعلى فكرة لو انت على تويتر هتلاقي التويتات بتاعت بيلبورد ارايبيا نازلة سبونسرد ان شاء الله من السنة الجاية هيبقى في تصنيف البيلبورد ارابيك او العربي طبعا المجموعة السعودية للأبحاث والاعلام زي ما قلت هي زراع الاعلامي للمملكة وصراحة انا شايف ان هي خطوة حلوة او لعبة حلوة من المملكة هي بتحاول تاخد الريادة الاعلامية من الامراض خاصة دبي اللي اصبحت قردي معقل لعديد من النسخ العربية لمجلات عالمية ومجلات جلاسي مجزين زي فوج هاربر بزار كل النسخ العربية موقودة في دبي هم ابتدوا ياخدوا منهم الريادة دي كبار فقط طبعا هو محدش بيكلم في مصر مثلا الاعتراض على كلمات اغانية او كده بس هو سكوت زي اي رابر في امريكا وامريكا هي طبعا مهد الهب هاب والراب اغاني كلماته متعلقة بالجنس والعنف والمخدرات بس نخلي بلنا بقى هنا حاجة فنلهب هاب والراب قرازي ابن منطقته وابن مجتمع بتاعه زي بالزبط اغاني المهرجانات مش بتكلم لما اغاني المهرجانات في وقتنا الحالي لا القديمة الاجيال اللي هي ابتدت المهرجانات من العشر سنين مثلا زمان كانت كلها عن جنس وعن مخدرات وعن بلاء ازرق وعن عمف وغنين الرب في امريكا معظمهم ايوة من الافرقى السود بيعانوا من تهميش في المجتمع بيعانوا من مشاكل الفقر من مشاكل المخدرات من مشاكل اللي هي الجنس او من مشاكل الجرائم الجنسية الى اخره ايوة في عمف ايوة في جنس والتيمة دي مش حاجة جديدة والتيمة دي من زمان وعلى فكرة في مغنيين راب كتير جمس وغنوا وقرب يغنوا الاجاني دي اللي لو حد مثلا ترجمها بالعربي يا لهو يا خراب انت ازاي رقابة تسمحي بالكلام ده ده نوع من الفن وعلى فكرة النوع من الفن ده بيسمعوا الاقل من 18 سنة وبيوصل لهم سواء كده سواء كده بيسمعوا انا عايز اقولكم حاجة ان حتى المجتمع الامريكي نفسه او عنده مشكلة مع الليركس ديت او مع الكلمات ديت عشان كده فيه ليبل لطيف بيت حط على الالبومات ديت اللي هي الادفايزري او البرانتل ادفايزري اه اكسبليست ليركس او اه طب بصو انا هحاول اترجمها لكم كلمات اباحية رقابة اهلية واتفر يلا انا بقول لكم لطو هاري وعدم بقى يلا عشان يبقى فيه الليبل يطلع زي كده على كل الالبومات الموسيقى من مش عارفة كان من نص التمانينات ولا من بداية التسعينات كانت فيه معركة حامية في آه الكونجرس الامريكي والمحكمة العليا حاول ان يطار ده اعتداء على حرية التعبير والرأي ام لا معلومة بسيطة ان السيدة اللي قادة الحملة لوضع رقابة على الكلمات او وضع حتى الليبل دي لم تكن سيدة جمهورية او سيدة من مؤيدي الحزب الجمهوري بل كانت السيدة تيبر جور الزوجة السابقة لنائب الرئيس الامريكي الاسبق الشهير آل جور وكان وقتها وكان هو عضو في الكونجرس وهي كانت قردي كانت عملت جمعية لحماية الاطفال من كلمات الاغاني الاباحية بعد ما اكتشفت ان بنتها اللي عندها 11 سنة بتردد اغاني اباحية للمطرب الراحل اللي على فكرة يعني كان فيه وصائقي جميل جدا مسالسل وصائقي اسمه الهيب هو هو عن الراب والهيب هو بيشرح من ناحية الاجتماعية والتاريخية والاقتصاد من كله ليه الفن ده بقى بالطريقة دي او ليه السلوس المقدس ده موجود فيه وزي اي في الدنيا زي ما قلت هو ابن بيت وزي بالزبط المهرجانات على فكرة هي ممكن تعتبر المهرجانات اللي هو التراب النوع من الراب والهيب هوب بس بتاع مصر مغنيين المهرجانات تقريبا بيتبصلهم نفس النظرة الفوقية المغنيين الهيب هوب والراب يعني في امريكا بنفس الطريقة ونفس الفئات المهمشة الفئات النهويش كله بتقريبا كتالوج كده هو تمشي في كل بلد معلينا ونرجع تاني لترافز سكوت ترافز سكوت زي ما احنا قلنا بسم الله ما شاء الله هو اكبر كانت الدنيا نكحة معاه وحلوة وجميلة وزي الفل لغاية نوفمبر 2021 ترافز سكوت انشأ او كان الفاوندر لمهرجان موسيقي في موطنه في يوستن في تكساس اسمه أسترو وورلد كان في يوم خمسة نوفمبر 2021 كان تقريبا اليوم اللي يعني هو تقريبا اظن ترافز سكوت بيعتبره من اسوأ الايام في حياته ان لم يكن اسوأها لانه هو هيفضل يطرده وعلى فكرة هو يعني وصله وصل مصر وهيفضل يطرده اظن لغاية اخر حياته خمسة نوفمبر 2021 كانت اول حفلة يعملها في الاسترو وورلد في السنة دي استرو وورلد الرادي هو كان عمله اطلقه في 2018 وكان ناجح جدا دي كانت الحفلة الاولى من نوعها في ولاية تكساس في مكان مفتوح بعد الكورونا او بعد سنة الاغلاق في الكورونا طبعا احنا بنتكلم على تكساس اساسا ثلاثة اغلب الناس فيها ما كانوش عايزين يلتزموا بقواعد اللوكداون ولا يلبسوا مسكات ولا كده هوت وما سدعو ان يبدو ان في حفلة وتقفل سكات فكل الناس والشباب كلهم جري على الحفلة بالمختصر المفيد عشان اصلا هي الحادثة دي لوحدها محتاجة يعني مش حلقات واظن اظن يعني اكيد نتفليكس او اتش بي او هيشتغلوا على حاجة عليها خاصة ان تدايتها لم تنتهي بعد طب ايه اللي حصل في الحفلة دي حصل تزاه متدافع مميت بين الجمهور ادى لوفاة عشر اشخاص من سن تسع سنين لسبع وعشرين سنة كانوا في تمانية ماتوا في الحفلة اللي اقيمت في حديقة الان ار جي بارك في هيوستن تمان اشخاص ماتوا كوى الحفلة نفسها اتنين منهم طفل عنده تسع سنين ماتوا في المستشفى الطفل اللي كان عنده التسع سنين مني حبيبي كان في غريبوبة في اكتر من تلتمية شخص تم اصيبه منهم خمسة وعشرين ادخلوا المستشفى منهم الشخصين اللي ماتوا كان سبب الموت الرسمي للعشرة كان الاختناق بسبب التزاهم طبعا نقولوش كان وقتها ايه اللي حصل في امريكا وقتها امريكا وقفت على لجل وقتها من الحفلة ما ظنش كان فيه حادث تصادم زي كده عندهم من سنين كمان كان وقت الكورونا وكده حاجة كانت نكد نكد من الاخر كان فيه طبقا التحقيقات كان فيه مشاكل تنظيمية كبيرة ابتدت تظهر قبل الحفلة بيوم وكمان اثناء الحفلة وكان فيه اتهمات لسكوت انه هو كامل الحفلة على الرغم انه كان فيه ناس قاعدين يسرخوا اثناء الحفلة نفسها سكوت كان هو اللي افتتح المهرجان بالحفلة بتاعته اول يوم يوم 5 نوفابر كان عنده سجل من مشاكل في الحفلات بتاعته انه هو يعني بيندمك في الحفلة هو بمهوره اللي بيبقى تقريبا سقران ومبارش هو طالع واخد الميكروفون وقلوهم تعالوا نطه على الستيج فهم كلهم ينطوا وبهدلوا الدنيا وكذا مرة حصلت له مشاكل قانونية بسبب الموضوع ده تابعا فيه قضايا للركب يعني بجوجل سريع كده هوت يعني انا عملته بسرعة ان تقريبا فيه لا يقل عن خدوا بالكم الرقم ده في يوليا 2023 فيه اكتر من 4900 قضية دد ترافز سكوت اللي هي نظمة الحفلة واجهزة كتيرة في المهرجان القضايا بتتهم سكوت والتانيين الناس التانية في القضايا بانهما كانوا مهملين في التنظيم وبتاع المهرجان سكوت كان فيه اتهمات لي بانه هو شجع الجمهور انه ينط على الستيج انه هو ما وقفش الشو بتاعه او الفعرض بتاعه لما لقى انه فيه سريخ جاي من تحت لايف نيشن اللي هي طبعه كمان ما كانش فيها تنظيم جواه كويس في المهرجان من ناحية السيكوريتي والميديكال سوبورت او اللي هي التنظيم الطبي او الاسعافات الاولية جواه المهرجان نفسه حتى هذه اللحظة القضايا شغالة كان فيه قضية قردي في 29 يونيو 2013 بجوري او بمحلفين وتقريبا القضية دا هو نيجي منها لان المحلفين شافوه غير مزنب فيها سكوت دفع كتير جدا ماديا ومعنويا بسبب الحفلة واللي حصل فيها قردي هو كان واجه اعلامي واعلاني برانز زي نايكي مكدونلز كل البرانز دي ثابتوا لجت العقد بتاعها معاه وتم منه من عدة مهرجانات في الولايات المتحدة الأمريكية كان الحادثة غاية دلوقتي نزل الناس فاكرنا تراسي سكوت عرض ان هما يدفع تكاليف الجانس زي بتاعة الضحايا بعشر الضحايا بس طبعا العائلات كلها رفضت لأنها كانت ماتش يعني هو كمان عمل فاند أو سندوق بخمسة مليون دولر علشان يساعد العائلات والضحايا بس حتى هذه اللحظة مش مفهوم ازاي هيتم توزيع الفلوس ديت او قد ايه فلوس راحت للأهالي كله مستني القضايا اللي شغل احنا بنتكلم على 4900 قضية تعويضات بقى دي كل الزمن عشان كده هو سكوت بيحاول بقى اي طريقة انه هو يعود بالفلوس يعني طبعا هو اعتذر عن اللي حصل بس كان اعتذار يعني تقريبا زود يعني بلوك ايه زود النار يعني يعني شعل لها اكتر انه هو كان طالع شكله مش مهتم او ببرود او كده هوت فيعني هو ده اللي حصل في الأستروورلد حتى هذه اللحظة من ناحية اخبارية سريعة بدون اي تحبيش بس لما قلتلكم ان اليوم دوت هيبقى من اسوأ الايام لانه هيفضل يضطار سكوت ترافز ليه مش مجرد اضايا لعنة اليوم دوت اصابت ترافز سكوت بطريقة هو اللي يتخيلها في انه هو اصبح بسخرية القدر ضحية من ضحايا المسانفورميشن او الفيك انفورميشن اه على السوشيال ميديا ايوه المعلومات الكاذبة ونظريات المؤامرة الحادثة كانت لسه طازة لما طلعت نظريات مؤامرة على السوشيال ميديا خاصة من تيك توك ويوتيوب إن اللي حدث في أسترو وورلد فاستيدل كان أصلا جزء من ريتشولز أو تقوص شيطانية لعبدة الشيطان وإن سقط بيعبدة الشيطان وكان في تم استخدام بقى أصحاب نظريات المؤامرة اتهموا ترافز سقط بأنه بيعبد الشيطان بسبب أنه هو كان الديكور بتاع الحفلة دي فيها صليم مقلوب وعلى فكرة الديكورات دي كانت قرية دي بتستهدم في حفلات الهيبوب والراب كتير قوي ودائما كالعادة هتلاقي أصحاب نظريات المؤامرة بيتهموهم المغنين الراب والهيب هوب أنهم بيعبدوا الشيطان وأن دي حاجات تابعة الماسونية وكده هو ده مش حاجة جديدة دي حاجة عديمة المهم بالنظريات المؤامرة قالوا أن الاستنبيد أو التزاهم ده كان قربان للشيطان أو لإبليس لأن هما شايفين ودي بقى ما تتحكوش يعني أن يوم خمسة نوفمبر هو عيد ميلاد إبليس أو الشيطان أنا مش عارفة هو عارفوا إزاي إن ده عيد ميلاد الشيطان هل هم الله أعلم والله العظيم في نظريات تانية غير نظريات القربان هما كمان ادعوا إن كلمات وأداء سقاط معمولة علشان يزحر الناس ويخليهم يركبهم الشيطان والعفريت علشان مزيجة ترافيس دارك وفايلينت وساكشوال اكسبيسيت امجري فيها وكده هوت وبعد كده هوت قالوا إن سقاط أصلا الممبر أو عضو في جماعة السرية بتاع عبد الشيطان علشان هو كان تصور مع ناس بيقولوا إنه هما لهم في السحر والشعوزة والكلام ده الكلام دوت ممكن يخلي أي حد يضحك بس هو ما بيضحك شي لمرحلة إنه كان فيه فيديو في تيك توك ترافيس سقاط تدخل إنه هو يتشال والفعل تشال بس أورادي يعني ولا الهوى شلت فيديو فيه مئة فيديو تانين مئة فيديو أنا بتكلم على آلافات من فيديوهات من كل لغة العالم سقاط طلع مع بودكاستر في أمريكا وقال أنا مؤمن بالله وإنه هو رجل مسيحي وإنه يا جماعة كفاية بقى وكلمتين دولت إلى حد ما يعني فيه ناس بيقولوا إنه هو استطاع إنه هو يتغلب على المصيبة دي بتاعة أسترو وورلد بس بصراحة أنا شايفة حتى تأثيرها وصل لمصر وإن هي هتفضل تطرده بالفعل بلغاية ما يموت يعني بصراحة يعني بعد عمر طويل بس هي هتوعد تطرده دي الحكاية بتاعة أسترو وورلد أوكي طيب هو أعلن إن يوم 28 يوليا هيعمل حفلة في الهرم عشان يطلق آآ ألبومه جديد آآ ألبوم الخامس يوتوكيا عند الهرم الجدير بالذكر إن أول ألبوم أو الميكس تايب لترافيس سكوت اللي هو نزله بنفسه في 2013 اللي هو كان ناجح جامد اللي هو أول فيرو أو أبومة فراعون طبعا بقى أول ما تسمع أبومة فراعون وواحد أسود أفريقي أمريكي الكيميتيين هيهجموا ويقولوا إلحق أفرو سنتريك يعني ترافيس أخذ خلاص كله بقى أخذ من عبضة الشيطان الأفرو سنتريك العفري تزرع fast forward لصيف 2023 في مصر فواخر يونيا أو اليوليا تم الإعلان أن ترافيس سكوت هيغني في مصر في الوеб الفيشل وبسايت بتاعه وكمان تيكت سموشي نزله في مصر التذاكر وبسم الله ما شاء الله عرفنا أن البرميوم بتتباع بأربع تلاف وتتباع بأربع تلاف وخمسمائة جنيه وذي وروا كلهم تتباعوا كلهم الخبر كان سعيد جدا لمحبي الراب والهيب هاب والفنان ترافيس سكوت في مصر بواقع عام وطبعا عرفنا أن تذاكر ترافيس سكوت بتتباع دلوقتي في السوداء بسعر فوق 7000 جنيه وال8000 جنيه في جروبات الجماعات ذات الأحرف الثلاثة الخاصة بالإنجليزية طبعا وبعدين طبعا ظهرت الميمز بتاعت نازلة السمان وأن الشباب اللي مش معاه سعر التذكرة هيحضر الحفلة من سطوح البيوت هناك وزي ما الميمز انتشرت انتشرت معها بوستات على السوشل ميديا من جروبات المواطنين الشرفاء من أجل الوطن والقومين المصريين الكيميتيين إلى محبي نظريات المؤامرة أن يا جماعة الحق مصر ترافيس جاي وهيفتح بوابة جهنم عليها فجأة مرة واحدة لقينا الصفحات دي بتتروج أن نظرية المؤامرة أن ترافيس المسوني اللي بعود الشيطان جاي يفتح بوابة الجحيم عند صفح الهرم تحت سطار الحفلة اللي هيقدم فيها قرابين زي اللي حصل في حفلته في 2021 في هيوستن الأسترو الحملة دي انتشرت خاصة في الجروبات العائلية المصرية على الواتس آب وأكيد خلتك ووالدة حضرتك جات لهم البوست بتاعت المغني ده وطبعا بوستات يا لهوي ولحقنا يا ناس ويا حكومة وناس يعمل له تاجز لصفحة وعكاونت الرئيس عبد الفتاح السيسي لصفحة الوزارة الداخلية دقتين وفجأة لقينا محاميين شرفاء من أجل الوطن ابتدوا يرفعوا عضايا وطبعا ووكلات الأنباء ابتدت تاخد الخبار دي ومين فجأة طلع أيوة هز ناط بيرد هز ناط بلاين هز السوبرمان مصطفى كامل نغيب الموسيقيين إسفجأة كده مفاجئ وكعادته التي لن يشتريها فجأة لأنه يوم الثلاث اللي فات منزل بيان وأنه تم سحب ترخيص حفلة ترافيس سكوت وكالعادة مصر رجعت النهية توب تريند سوشيال ميديا وكالعادة اللي هي النهية السيئة والسلبية في بيان أصدرته نقابة الموسيقيين هي بعد قراءة البوستات اللي جات لها والشكاوي قامت بعمل البحث على الانترنت وقد تم العصور على ما يثبت أن ذلك الشخص الفنان الأمريكي بيقوم بتقوس لا تتناسب مع قيم وأخلاق الشعب المصري ولي هذا السبب تم سحب الترخيص مش بس كده مصطفى الكامل صاحب رائعة إشطيابة وتسلم الأيادي المنحوطة من أغنية تم البدري بدري قال أنه هو صراحة ما عملش بحث لما الفنان الأمريكي طلب الترخيص هو ادهوله كده وخلاص يعني أنا مش عارفة إيه التهريج ده يا جماعة الجب ده تهريج وقلة أدب وحاجة في قمة الإساءة لمنصب كان في اليوم من الأيام تتقلده سيدة الجناء العربي كوكب الشارع وأم كلسوم بثقافتها الواسعة الصراحة يعني تخيله من أم كلسوم ومصطفى كامل يعني حاجة هي هو كمان بيقولك الانحضار اللي احنا وصلنا له يعني أنت ادي الترخيص لشخص أجنبي بدون الرجوع لمين هو طب بيعمل إيه طب بيغني إيه طب بكلمات أغني إيه طب الحفلة بتاعته لا 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 المهم بقى يعني في النهاية أنا شايفة في حاجة كام حاجة كده تتقال على الموضوع ده أخرة الهاري واللات واللات كفاية بجد إساءة لنا ويعني الجميل النسيات النقيب بعد ما طلع على المسرح مصمم بتصريحات أكثر استفزازا وطالع يقول لنا أنا بكرة هضرة بسلام لو الأمن وافق على الحفلة دي وهو الفكر أن الأمن موافق على الحفلة دي بالفعل وتيكتس مرشي قالك أنا مش يعني الحفلة قائمة وطبعا مش هيقدروا يرجعوا حفلة بالملايين دفع فيها ويبدو أن أصلا مصطفى كامل ليس له أي شأن قانوني في موافقة إقامة حفلة لفنان أجنبي أو لا لأن طبقا لما قاله مدير أعمال ترافز سكوت في أول تصريح ليه بعد يوم الثلاثة أو بعد الأخبار اللي جات من مصر إن تم سحب الترخيص إنه قرار دي الكلام دوت كلام مصطفى كامل بيمشي فقط على الفنانين المصريين وليس على الفنانين الأجانب يعني طب أنت جايد تطلع تعمل النمرة دي لشعر كملت بقى وده اللي خلاني أنا أعمل البودكاست ده أن يوم الخميس ترافز سكوت الزات نفسه نزل بيان للإعلام والدولة المصرية والشعر المصري يطالب فيه بالسماح لمعداته إن هي تدخل يوم 20 يوم الخميس عشان يتم الإعداد للمسرح والعرض ترافز منزل بيان بيقول فيه يعني الصراحة بالإنجليزية إنه ابن أسرة متدينة مسيحية من هيوستن تواظب على حضور القدسات المختلفة وكمان إنه يحترم الله عز وجل وكمان ذكر إنه عمل حفلة في السعودية يعني السعودية المحافظة أكتر من مصر وممكن تسأله علي يا جماعة سمو الأمير فلان ابن فلان السعود هو بالفعل هو ترافز عمل حفلة على هامش الفورميلا وانا اللي كان موجود في السعودية ونقص يكتب لنا أنا بحب حيوك وجاية غنالك وطبعا نافى فيه كل الاتهمات الموجهة اللي في سوشيل ميديا من اللي هو هيفتح بواب الجحيم ومش عارف إيه وصراحة كان ناقص ينهي البيان بتحية مصر ثلاث مرات يعني أنا أنا في رأيه المتواضع أنا كل مشكلتي يا وقالأ إيه مش من أبواب الجحيم اللي هيفتح ترافز قد تحت صفح الهرم قد ما أنا الآن على التنظيم لأن احنا بنتكلم على مصر يعني تنظيم الحفلات الأجنبية في مصر بيبقى سداح مداح وحاجة مصخرة بس هو طبعا عدد الناس اللي هيحضروا أكيد أعلى من حفلة هيوستن الموميتة لأن التذكرة A plus class احنا بنتكلم في مصر بس أنا بقى خايفة من سيناريو تاني هو سيناريو إن الشباب اللي هتحضر الحفلة هتكون من شباب الساحر الشرير اللي هينزله وهيرجعوا تاني بعد الحفلة وهم عاملين دماغ ربنا يسطر سواء بقى بلز سواء خمرة سواء إيه ده اللي أنا خايفة منه شباب على طريق الساحل رايح جاي طريق قردي هو الجحيم ذات نفسه السامي دي طريق الضبع العنى طريق الضبع الفوكة الكلام ده كله متبهدل خالص لغاية ألمازة بالليل مفيش أضواء كفاية فسبحان الله أنتو كل الناس عاديين يتكلموا على حاجة أنا بقى بتكلموا على حاجة تانية خالص ثانيا أنا يعني صراحة مش عارفة مصطفى كامل هل حد يشتغله هل هو عصفورة أو أن أنا حاسة بصراحة أن بعد اللي حصل فأزمة إيمان البحر درويش هو حاب يعمل نمرن نفسه من يطلع المحافظ على أخلاق الوطن والمجتمع المصري وقيم الأسرة المصرية وكده بس هي جثة على نفوخه ونفوخ أهله ثالثا وأخيرا عزيزي المستمعي يفتكر الودي المنجوش الألماني نويل روبنسون هيحضر حفرة سقط ويرقص فيها نويل روبنسون جاب الفاميليا بحالها ونزله مصر وهنا ستسقط شهر زياد عن الكلام المباح ويلاح حلقتهم قادمة إن شاء الله وهنشوف ترافز الأسبوع الجاية هينجح في فتح بوابة الجحيم تحت سفح الهرم خوفه أم أن مصطفى كامل أمل الأمة سينقذ مصر والعالم فانتظرونا وأبقوا معنا وتصبعوا على خير أو تتمسوا بالخير وواتفر ويا رب تبقوا بأحسن حال يا رب ترجمة نانسي قنقر